الصدر يدعوه لتظاهره مليونية نصرة لغزة ماذا تقرأ في هذه الدعوة؟ مساء النور زمولاي عليكم وعلى مشاهديكم الكرام ليس جديد على سماع السيد مقتدى الصدر الرجل الحر الرجل الوطني الذي لا يتأثر بكل مغريات الحياة عندما بدأت الحرب على غزة أتباعه كله كانوا على الحدود الأردنية العراقية أرادوا أن يصلوا إلى الحدود الإسرائيلية ومن ثم تم التبرعات والشاحنات التي وصلت إلى غزة وللأردن ومصر ومن ثم انتقلت إلى غزة فهو كثير داعما لقضية غزة وهي قضية محورية للعرب والمسلمين بصورة خاصة اليوم رسالة واضحة رسالة مبطنة أنه عندما يقول ليس هناك مكان للفاسدين كل الشرفاء العراقيون يذهبون إلى هذه المظاهرة بالأكفان يعني بمعنى المضحين وليس الذين يركبون الموجة فأنا أعتقد أنها رسالة مبطنة للداخل العراقي أنه يريد أن يصل صوت العراق أنه هي حرب غزة ليست حرب صواريق فقط اليوم لو لا هذا الدعم الإعلامي والدعم الشعبي الموجود لدى كل الأغلب الدول العربية ومنها العراق الموقف المشرف أعتقد غزة لن تصمت ولا جنوب لبنان ولا الحوثيين ولا المقاومة العراقية أيضا ولكن مع السلاح كان هناك دعم كبير سأأتيك على شيء بسيط قبل خمسة أيام كنت في أقليم كردستان في السليمانية وجدت مظاهرة بسيطة وإذا بها منظمة كردية ترفع الإعلام الفلسطينية وتؤيد الفلسطينيين وغزة فاشترك الشعب العراقي منظمة روناك واليوم الفيديوات مالتهم أيضا مواكب حسينية فالعراقي طبيعة العراقي هو متعاطف مع كل حركة كنا نعلم على مدى السنين لم يتعاطف الأخ والكرد في قضية الأربعينية وكذا اليوم هناك مواكب حتى في السليمانية وفي أربيل فأعتقد أن الحراك الوطني والواعز الوطني لدى المواطن العراقي يتحرك حيثما تتحرك قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر